استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولاس ساركوزي وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي رحب برئيس الفرنسي الأسبق ضيفا في مصر لقضاء العطلة الشتوية مع أسرته مشيدا بالمسار الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في الوقت الراهن على كافة الأصعداء ومعربا عن التقدير للإسهام الشخصية وما قام به ساركوزي في تدعيم هذه العلاقات من جانبه عبر الرئيس الفرنسي الأسبق عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي وامتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذين لقاهما وأسرته خلال قضائهم العطلة في مصر مشيرا إلى اعتزازه بتميز العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا ومبديا إعجابه الشديد بالمشروعات التنموية اللافتة التي تشهدها مصر حاليا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تعتبر امتدادا لعظمة الحضارة المصرية العريقة عبر التاريخ